فنية غير معتادة يشهدها أكبر أحياء العاصمة المغربية حي عقوب المنصور يتعلق الأمر بحملة تزيين لشوارعه وأزقته من توقيع ساكنته والهدف إدفاع جمالية أكبر على فضاءات العيش المشارك تبعث الأمل في النفوس في زمن الكورونا ساعات من العمل الجماعي في زمن الحجر يقضيها أمين رفقة أبناء حيه في الرسم على الجدران وغرس الأزهار وتنظيف محيط السكن بإمكانيات ذاتية بسيطة ومعنويات مرتفعة متعتل وإفادة كلمتان تصفان المشهد نحن داري دي الأولاد الحياء دي الحي عقوب المنصور طوعنا باش نقعد دي الحي دينا ونحافظ لنا ضافة دياله باش يبن في أحسن حلة ونحن فرحانين فتشادر دينا الحمد لله وكن كل حاجة واحدة الله يخرج عن أزمة دي الأخير وبي خير جمعنا والناس عونوا معنا وغير سيقينا مش لنا صباغة وكل شي جمع في الشباب ديال الزنقاء كبير وصغير والحمد لله دي كل شي بي خير وآخير دروب الحي لا تشبه بعضها البعض ألوان تختلف من زقاق لآخر واختيارات في التزيين متفق بشأنها من طرف الجميع أصبح حي يعقوب المنصور أكبر أحياء الرباط من حيث الكثافة السكانية ورشا فنيا مفتوحا على إبداعات أبنائه وسط أجواء من التعاون والتباري من أجل الصالح العام كورونا بالضبط واحد المرحلة اللي دست في حياتنا اللي يغسنا نستفدو منها إيجابيا ماشي نبقا وقالسين يدينا في الدنقاء نخمم ويمتا غالس دونك دراني ما حدوم قالسين وإحنا نحنا يا قالسين في ديورنا ندير واحد الحاجة اللي هي إيجابية بنسبة لنا والأحيي ديالنا جامعات شادموا بضراج بدو واحد ربعادي الناس قالوا إنه قاعد أحياء شاد نقارن بدو واحد جيام جيام شاد نحنا يا نزيل الحوماء اختاروا اللي اللي يبغوا نخرجوا العيالات عاونونا خرجوا الناس كبار وما دي مبادرة شنش مننا ومازال ما مكرهناش عاونونا شنش قرين ربما نديروا بوبيل نديروا بزبط الحويز مبادرة تستحق التنويه ليست الأولى بالمغرب والأمل أن تعمم فكرتها على باقي أحياء ومدن المملكة فدو المرابط قناة الغد الرباط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر